سلام لبيروت الابنة الكبرى للجمال عاصمة الحب مهد الطبيعة العصية على القبح والدمار والخراب وإن حاولوا تشويهها يصمد الشعب اللبناني كعادته يكتب سردية النصر التي اعتاد عليها أبناء لبنان يصدقونها ويعيشون من أجلها أبناء لبنان الذين اعتادوا على صد العدوان عن أراضيهم عبر عقود من الصراع لم ولن تلين همتهم ولم تخر قواهم بل يواجهونها برأيات النصر والصبر اشتركوا في القناة نساء الخيرات أهلا وسهلا بحضرتكم في جولة جديدة من جولات برنامجكم برنامج اليوم هنتابع في جولة سريعة وملخصة لأهم وأبرز وآخر الأخبار في الداخل المصري وحول العالم بداية جولتنا النهاردة هتكون من استمرار المشاورات اللي بيجريها وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي مع وزراء خارجية الدول العربية والأوروبية ده ليه؟ ده على هامش مشاركته في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بحث وزير الخارجية مع وزراء خارجية الأردن والعراق مسار العمل في إطار آلية التعاون الثلاثي وده تحضيرا للقمة الثلاثية المرتقبة على مستوى القادة في القاهرة أكدت وزارة الخارجية أن مباحثات الوزراء الثلاثة تناولت التصعيد الخطير الجاري في المنطقة وشددوا على أن وقف هذا التصعيد يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الحقيقة تصريح في منتهى الأهمية مش بس كده الحقيقة كمان أدان الوزراء العرب العدوان الإسرائيلي على لبنان وأكدوا على أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة داعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئوليتهم ذات الصلة لوقف الحرب وأشاروا إلى أن إسرائيل بتتحمل المسئولية كاملة عن هذا التظاهر اللي هيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها أكد الوزير وزير الخارجية على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه وارتباط ذلك بشكل مباشر بالأمن القوم المصري وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الدول المطلة عليه باعتبارها صاحبة المصلحة الأساسية ينضم لنا المزيد من التفاصيل بينضم لنا هاتفيا على عاطف الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مرحب بحكي فاند أهلا بحضرتك مساء الخير مساء النور الحقيقة نحن نتحدث في وقت غاية في الأهمية مصار جديد للكيان الصهيوني يدفع بالمنطقة إلى مزيد من الدمار توسعة الحرب بتعديه على الأراضي اللبنانية وتهديد أمنها واستقرارها كيف يمكن رصد المشهد العام الحالي على المستوى الدولي طيب واضح نحن فقدنا الاتصال لكن هنحاول قدر الإمكان التواصل مرة أخرى مع سيد علي عاطف الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في محاولة منا لقراءة المشهد عن قرب مشهد الصراع العربي الإسرائيلي الذي تحاول إسرائيل بكافة الطرق توسعة هذه الحرب وجعلها حرب إقليمية هنستشرف سويا ما تقدم إسرائيل في المرحلة القادمة